أعلنت وزارة الصحة عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2041 حالة وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة إصابة جديدة وأربع عشرة وفا ليصبح إجمالي الحالات في مصر هو 6465 حالة و429 وفا